السلام عليكم يلا بينا نرجع افكار وقوانين المجنيتك افكار وفلكتر الكارند الارواندستريت وير واللي عند ايه سؤال يبعتهلي اول حاجه عايزيني فتكر ايه هي المجنيتك فلاكس ودي خطوط الفلاكس او خطوط المجنيت او الخطوط اللي عروند المجنيت اللي بتعدي في اي ايريا ودايمن بنهتم بالبرمندكال علشان هاي لبتديني الماكسمام افكت زي لما نشوف القوانين اللي جاي طيب بيقولي في ام ودي الماجنيتك فلكس equalP ودي الماجنيتك فلكس دينيستي time الarea في sein الانجل الماجنيتك فلكس ي�,ونها بتاعتها wieber الماجنيتك فلكس دينيستي يونها بتاعتها تسلا الانجل دي هي المابين خطوط الفلكس وما بين الواير طيب لو الخطوط الفلكس بر للواير ساعتها هستخدم انجل zero يبقى sign zero zero يبقى دي al desert case ساعتها تبقى الماقينتك فلوكس اكول زيرو لكن لو خطوط الفلوكس بربندكولر على الواير ساعتها هستخدم الانجل 90 ودي الحالة الماكسموم ساعتها هيبقى الماقينتك فلوكس اكول بيف ايه طب لو جي قالي روتيتد فروم نورمال بوزيشن ساعتها هستخدم كوزين الانجل اللي هي صين 90 مينوس الانجل اللي هو مدهاني يعني ساي لو قالي ان هو كان في النورمال بوزيشن وروتيتد 40 ديجري يبقى ممكن استخدم البي في الا في الصين 90 مينوس 40 او استخدم على طول كوزين 40 طب لو روتيتد من الباراليل دي هستخدم نفس القانون اللي عندنا ساعتها هيبقى الماقينتك فلوكس اكول البي في الا في الصين الانجل اللي هو مدهاني دي كانت اول فكرة طب دلوقتي لو هنتكلم على الماقينتك فلوكس راوند ستريت وير لازم نفتكر امبير ريت هندرول ودي كنت باستخدم ايدي اليمين وامسك السلك بحيث ان صباعي اللي بهام في اتجاه الكرند وساعتها الاربع صوابع دول هيديني اتجاه الفلوكس سواء انت كلوك وايز او كلوك وايز ما بنرسمش الرسمة دي بنرسم الواير وحواليه اكس او دوت الاكس دي معناها ان الفلوكس هنا انورد البيبر والدوت معناها ان الفلوكس اوت اوف بيبر خارج من الورقة طب قانون الماقينتك فلوكس ميو وهي البرميابلتي في الكارنت اللي ماشي في الواير على تو باي في دي دي المسافة بين الواير والنقطة اللي انا عايز احسب عندها الفلوكس كل ما المسافة كبرت كل ما الفلوكس ال كل ما الماقينتك فلوكس ال لو هستخدم الاير يبقى ساعتها عاود على برميابلتي في فور باي تعمل تنبول نيجاتيف سيفن والباي تروح مع الباي وفور دفايد تو بتو يبقى القانون عندي في الاخر هيبقى تو تعمل تنبول نيجاتيف سيفن اي عادي الاي بالامبير والديستنس بالميتر لو مداني بالسنتيميتر هترابها في تنبول نيجاتيف تو طيب لو عندنا تو برير ستريت ويرز في تو كيسز يعمى ان الكارنت تنسيم داريكشن يعمى الكارنت نوبزي داريكشن هنستخدم امبير ريت هندرول برده عشان نحدد الاتجاهات هنلاقي ان بتوين تو ويرز الفلوكس كان هنا ان وكان هنا اوت يعني بتوين تو ويرز اللي الكارنت فيهم كان في سيم داريكشن كانوا عكس بعض عشان كده لو عايزين نحسب بي توتل في اي نقطة بتوين تو ويرز هحسب البي بتاعت الوير الاولاني بالقانون ده والبي بتاعت الوير التاني بنفس القانون واعمل لهم ماينس عشان هما ينوبزي داريكشن طيب لو جينا في حوالين تو ويرز هنلاقي ان انا هنا هعمل بلس عشان هما ينسيم داريكشن وهنا برضو هعمل بلس عشان هما ينسيم داريكشن بس لازم الاول احسب بي وان وبي تو عند الديستانس اللي هم الدهاني لو جينا نبص على الكيس التانية اللي هي انوبزي داريكشن هنلاقي ان بيتوين كانوا هما الاتنين انزا السيم داريكشن يبقى في الحالة دي هعمل بلس هحسب بي وان بتاعت الوير الاولاني وبي تو بتاعت الوير التاني من نفس القانون هعملهم بلس لكن حوالين التو ويرز هعمل ماينس هحسب البي وان وبي تو واعمل لهم ماينس بضيع اخر فكرة في والسريت وير النيوترالفوينت كلان عفين النيوترالفوينت يعني البي تو تلك عند النقطة دي ببقى زيرو او الفلكس بتاع الوير الاولاني اكل الفلكس بتاع الوير التاني طب لو ال Alwaysama الانضبط كانوا uncertain المنشيف بلس عمل diapersون اتبقى بينهم لان هي دي الحتة اللي انا كنت مرح discussás لان زي معايا فيها طيب استخدم الزاي P1 equal P2 نفترض ان I2 دي هي اللي كانت trud sharing يبقى هعمل Πten share divided distance ما بين اللارق والمغ 픈�important والوائر الكبير برضو divide distance ما بينه ما بين اللي هي هنا X minus d هللاقي قانون ال current الكبير على مسافة بينه وبين النørق والcon awesome على نفس المسافة بينه وبين النالق جائنا هنا في opposite direction قلنا النور punto هتبقى برا مش هتبقى في النص بين التو ويرز. برضو هنفترض هنا ان اي تو هي اللي كانت اللويست امبير. فهعملها ما بين الواير والنقطة دي. لكن لو جيت عند اي وان هعملها المسافة بينها وبين النقطة اللي هي اكس بلاس دي. اقدر استغلم القانون ده. والقانون ده مباشرة عشان احسب يا الاي يا المسافة في حالة النيوترال بوينت. دي كانت افكار الستريت وير. وياريت اي حد عنده سؤال يبعته لي على طول على الواتساب. سلام عليكم.